السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من سلسلة الروبوتات بالعربي أنا مهند واليوم راح أحكي لكم عن موضوع كتير مهم واللي هو كيف اختار روبوت تعاوني أو روبوت صناعي لتطبيق معين إذا كنت عم تفكر أنه تأتمت عملية معينة بمصنعك باستخدام الروبوتات ومحتار من وين تبلش فهذا الفيديو راح يكون بداية جدا مناسب لألك خليكم معنا يلا نبلش العوامل المحددة لنوع الروبوت هي كتيرة ولكن اليوم راح أحكي عنهم خمس عوامل بغض النظر عن براند الروبوت أو نوعه أو التطبيق اللي يستخدم فيه الروبوت العوامل الخمسة هي على الشكل التالي العامل الأول هو الحمولة اللي بيستطيع الروبوت أنه يشيله تسمى بيلود العامل الثاني هو مدى عمل الروبوت أو تسمى الريتش العامل الثالث يسمى درجة حرية الحركة أو ما يسمى degree of freedom والعامل الرابع المهم واللي هو المساحة المطلوبة لتركيب الروبوت ومتطلبات تركيب هذا الروبوت والعامل الخامس والأخير اللي راح نحكي عليه اليوم هو عامل cycle time أو الزمن اللازم لإنجاز العملية هاي العوامل الخمسة بتأثر بشكل أساسي باختيار نوع الروبوت تعالوا نحكي عن كل عامل بتفصيل أول عامل وأهم عامل باختيار نوع الروبوت هو الحمولة اللي بيستطيع الروبوت يحمله والمقصود بالحمولة هي القيمة اللي بيستطيع الروبوت يحمله بهذه المنطقة بآخر الروبوت لنحسب صح هاي القيمة لازم نحسب وزن الجهاز المركب على الروبوت أو الكريبر على سبيل المثال هون أنا عندي الكريبر معين لازم أخذ وزنه بعين الاعتبار بالإضافة لوزن الكريبر لازم نأخذ بعين الاعتبار وزن القطعة اللي عم يتعامل مع الروبوت على سبيل المثال بهذا الروبوت الأدامي إذا كان راح يشير قطعة مثل هاي فلازم أنا أحسب وزن الكريبر ووزن القطعة المركبة على الروبوت أو اللي راح يتعامل مع الروبوت بالسوء في روبوتات بتقدر تشيل من نصف كيلو جرام لحد 2300 كيلو جرام لحتى اختار نوع الروبوت المناسب بعد ما قمت بالحسبة المعينة وافترضنا مثلا أن الروبوت التبعي الجريبر الجهاز المركب على الروبوت مع القطعة وزنة 50 كيلو جرام فهل لازم أنا أشتري الروبوت 50 كيلو جرام أو يقدر يشيل 50 كيلو جرام الجواب هو لا أنا لازم خلي دائما حامش بين الوزن التطبيق الفعلي اللي عندي والوزن اللي بيقدر يشيله الروبوت لازم ننتبه أنه في حال تم اختيار خاطئ لهذا البرامتر أو هذا العامل وقاتا رح يأثر هذا الشي على عمل المحركات تبع الروبوت وعلى عمل الروبوت بشكل كامل العامل الثاني لليوم هو مدى عمل الروبوت أو ما يسمى الريتش وتعريفه هو أقصى مسافة بيوصل للروبوت مقاسة من القاعدة تبعه بالسوق في روبوتات تقدر تقيس من قدة سنتيمترات لأربعة أو خمس مترات طيب في حال أنا كان في عندي تطبيق بحاجة إلى مدى وصول أكتر من القيمة الموجودة بالسوق بهالحالة في حلول مثل أنه يتم تركيب الروبوت على قاعدة أو على سكة متحركة بحيث أن الروبوت يقدر يتحرك لمسافات أبعد من هيك العامل الثالث هو درجة حرية الحركة أو degree of freedom خلونا ناخد هذا الروبوت كمثال بنلاحظ أنه هذا الروبوت بيقدر يتحرك ست حركات وبالتالي هو إلو ست درجات حرية حركة الروبوت بيقدر يتحرك إما للأمام والخلف أو يمين ويسار أو فوق وتحت صارتنا ثلاث حركات بالإضافة لذلك الروبوت بيقدر يدور إما يمين ويسار أو بيقدر يدور للأمام والخلف أو بيقدر يدور بمكانه السؤال الأهم هل بحاجة أنا لروبوت من هذا النوع بيست حركات لكل التطبيقات؟ الجواب هو لا لأنه في حال أنا عندي تطبيق على سبيل المثال لحمل كاراتين من بلت معين ووضعه على conveyor أو على سير ناقل فبهالحاجة بيكفي أن الروبوت يقوم بحمل الكاراتين من مكان معين ووضعه على السير وبالتالي أربع حركات بتكون كافية تحديد درجة حركة الروبوت مهم لأنه هذا الشيء بيأثر على عدد المحركات الموجودة بالروبوت وبشكل طبيعي على كلفة الروبوت العامل الخامس هو متطلبات التركيب ومساحة التركيب لأنه بعد دراسة العوامل اللي حكينا عنها مثل حمولة، مدى وصول الروبوت، ودرجة حركة الروبوت ممكن توصل لقناع أن الروبوت معين مناسب لتطبيقك ولكن بعد قراءة البيانات الفنية تبع الروبوت بشكل دقيق ممكن تلاحظ أنه لا يتركب هذا الروبوت بمصنعك فأنت بحاجة لمساحة كبيرة يعني الروبوت قد يحتاج إلى أرضية معينة لأهديم تثبيته بشكل سابت أو متطلبات أخرى مثل حديد حولين الروبوت أو شيء معين هذا الشيء لا يمكن اكتشافه إلا بقراءة دقيقة للبيانات الفنية لكل الروبوت فبعد ما توصل لقناع أن هذا الروبوت هو المناسب لألي فكر مرة تانية وقراء البيانات الفنية بشكل دقيق وبشكل خاص متطلبات ومساحة التركيب العامل الخامس والأخير واللي هو السرعة اللازمة لإنجاز العملية الإنتاجية لما نحط الروبوت بعملية إنتاجية معينة لازم نعرف بالضبط كم لازم الروبوت يحتاج من الوقت لإنجاز هذه العملية وعلى أساسها نعرف نختار سرعة الروبوت بالسوق فيه روبوتات سريعة جداً مثل الروبوتات الدلتا وفيه روبوتات سرعة معينة أو محددة لازم أعرف تطبيقي كم يحتاج سرعة حتى أختار الروبوت المعين لأنه هذا الشيء بيأثر على كلفة الروبوت لنعرف هذه المعلومة لازم ندرس التطبيق بشكل دقيق ولنعرف سرعة الروبوت أو السرعة اللي بيقدر الروبوت يشتغل فيها لازم نقرأ البيانات الفنية لكل الروبوت بعد ما تقوم بدراسة هذه العوامل وتحديدها بشكل صحيح يمكن أيضا الاستفادة من الأدوات اللي بيتقدمها الشركات المصنعة تعونا أخذ هذا المثال على سبيل المثال هم مثل ما لنا شايفين شركة فانوك بتقدم أداء على الموقع مجانية بتقدر من خلالها أنه أنت تفوت وتختار على سبيل المثال الحمل اللي لازم للروبوت خلينا نختار 20 كيلو جرام على سبيل المثال وريتش بالمتر مثلا نختار 2 متر ودرجة الحركة أو هم تسمى الأكسس عدد الأذرع المطلوبة وعلى أساسها منشوف أنه التول أو الأداء بتعطينا مجموعة من الخيارات اللي ممكن على أساسها أنه نختار الروبوت المناسب نفس هاي الأداء موجودة أيضا بشركات أخرى مثل على سبيل المثال كوكا أيضا مثل ما نشايفين هون عندها أداء مشابهة بتقدر من هون أنه أول شي تختار على سبيل المثال نوع التطبيق اللازم أو الروبوت وعلى أساس هذا الشي يمكن تختار أيضا البيلود المطلوب أو الحمولة ومدى عمل الروبوت والأداء بتقترح لك مجموعة من الروبوتات بتساعدك على اختيار الروبوت المناسب بالنهاية استعرضنا بهذا الفيديو أهم خمس عوامل يجب الانتباه إليها عند اختيار روبوت معين مثل ما شفنا بعد اختيار العوامل بطريقة صحيحة لازم نستخدم الأدوات المتوفرة عند الشركات لتساعدنا أو تأكد إذا كان اختيارنا صح أو غلط في خطوة أخيرة بعد كل هذا الشي اللي عملنا هو استخدام برامج المحاكاة اليوم الشركات المصنعة كلها بتقدم برامج محاكاة ممكن أنه نستخدمه ونستفيد منه لنتأكد أن الروبوت اللي اخترنا هو الروبوت المناسب لتطبيقنا هيك خلص الفيديو أتمنى يكونوا عجبكم واستمتعتوا فيه إذا عنكم أي سؤال لا تترددوا أبدا بطرح السؤال بالتعليقات شكرا للمتابعة السلام عليكم